حياكم الله أعزائي المستمعين والمستمعات عدنا تعلق بموضوع الاستثمار وموضوع الحركة الاقتصادية الموجودة هنا في تركيا فيما يتعلق تحديدا بموضوع شراء العقارات في عنا تقرير نحن حابين بإذن الله بعد قليل بس يجهز أنه نسمعه طبعا هذا التقرير يحكي لنا عن ما هي آخر الأرقام المتعلقة بشراء العقارات من قبل الأجانب تحديدا في مدينة إسطنبول بعد ما نسمع لهذا التقرير سيسعدنا أن نرحب بضيفنا في الستوديو الأستاذ عبدالله الحمد مدير التنفيذي شركة امتلاك العقارية لنأخذ منه بعض الأخبار وبعض الأشياء الجديدة الحادثة فيما يتعلق بهذا المجال خلينا نسمع ابتداء لهذا التقرير ونرجع معكم أعزائي المستمعين انتهت الانتخابات البلدية في إسطنبول بأمان وسلامة ستعمل الحكومة التركية وفق تصريحات على الإصلاحات الاقتصادية واستكمال مشاريع النقل والبنية التحتية الضخمة المستمرة للأعوام الأربعة القادمة وهي فترة لا تشهد أي انتخابات مقررة هذه المشاريع تتنوع بين خطوط القطارات فائقة السرعة في جميع أنحاء البلاد إلى الجسر الضخم فوق مضيق جناق قلعة والطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد سيشهد العامان المقبلان مزيدا من تطوير البنية التحتية مما يسهل بدوره المزيد من التجارة الحيوية في البلاد أحد خطوط السكك الحديدية عالية السرعة هو خط أنقرة سواس الذي يقلل من وقت السفر بين المدينتين المركزيتين من خمس ساعات إلى ساعتين ويعد هذا الخط رابطا هاما للدول الآسيوية الموجودة في آسيا الصغرى وعلى طول طريق الحرير العالمي وتتواصل أعمال بناء خطط السكك الحديدية فائقة السرعة أنقرة إزمير وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى أنقرة أفيون قرى حصار أوتشاك وعند الانتهاء من خط قطار أنقرة إزمير الفائق السرعة ستنخفض مدة السفر إلى ثلاث ساعات ونصف مقابل أربعة عشر ساعة بالسيارة اكتسبت استثمارات السكك الحديدية في تركيا زخما منذ العام 2003 وقد قال وزير النقل والبنية التحتية جاهد ترهان في تصريحات له إن أربعين في المئة من الركاب استفادوا من خطوط السكك الحديدية أنقرة إسكيشهير إسطنبول وأنقرة قونيا وقونيا إسكيشهير إسطنبول وفي الوقت الحالي تعمل خطوط السكك الحديدية عالية السرعة بطول مائتي وثلاثة عشر كيلو مترا في تركيا مع خطوط أنقرة سواس وأنقرة إزمير والتي ستنطلق قريبا الوزير التركي أضاف أيضا أن مطار ريزا أردوين هو ثاني مطار محلي في تركيا يتم إنشاؤه على أرض مستصلحة ومن المتوقع تشغيل المطار العام المقبل عودة لكم أعزائي المستمعين والمستمعات أستاذ عبدالله نجدد ترحيبنا بكم هلو مرحبا حياكم أستاذ كريم أنا كنت أقرأ على صفحة الفيسبوك الخاصة فيك في أنه في لقاء جمعكم بيوم 19 ستة تقريبا مع السيد نور الدينباتي نائب وزير الخزينة والمالية التركي اللي هو يعتبر مسؤول عن متابعة ملفات وقانون جنسية الخاص بالاستثمار صحيح وكان في العديد من النقاط الهامة التي تم نقاش معه منها نحن أخذنا أيضا مكالمة هاتفية ومداخلة هاتفية محضرتكم الأسبوع النهاية الأسبوع الماضي في قانون يتعلق بالسماح لتمليك السوريين العقارات في تركيا بالستناء مراطق الحدودية وأيضا العديد من الأمور المتعلقة بالتعديل في قوانين الاستثمار نعم اليوم نحن خلينا نمسك هذا اللقاء حقيقة هذا اللقاء الذي حدث بينكم ما هي أهم النقاط التي عرضها عليكم السيد نور الدينباتي وأهميتها وإمتها تاريخ تنفيذ المتوقع بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم أستاذ بلاد يا هلو مرحبا مستمعين مستمعين ميسك اف ام الكرام بالنسبة لموضوع الاجتماع كان بشكل رئيسي عن موضوع الجنسية من خلال الاستثمار كما ذكرنا في الاتصال الهاتفي السابق ونحن نعرف أنه قبل أسبوعين صار فيه تعديل جديد للقانون الخاص بالاستثمار تعديل على بتعلق في موضوع سير الأعمال والتطبيق لقانون جنسية تبعا الميتين وخمسين ألف دولار للعقار موضوع العقار هو الموضوع الأهم في موضوع الجنسية من خلال الاستثمار لأنه يشكل الرقم الأصغر في القانون يعني نحن نعرف أنه من خلال البنك خمسمائة ألف دولار من خلال التشغيل يعني فيه عندنا رقم كبير من الناس لازم نشغله من خلال صناديق الاستثمار أما بالنسبة للعقار ميتين وخمسين ألف دولار إضافة أنه موضوع العقار موضوع فيه أحياناً يصير مشاكل في موضوع استلام الطابو موضوع التأخير موضوع الدفعات وتغير سعر الليرة التركية فصدر قانون قبل تقريباً حوالي أسبوعين عدل في جميع هاي النقاط وريح كثير من الطلبات المنتظرة الموافقة على موضوع الجنسية الاجتماع مع السيد نور الدين نباتي كان حول السوق الحالي للأجانب وموضوع الجنسية هل يسير وفق الخطة المرسومة وهذه الأمور كلها جيدة إضافة لبعض الوعود والبشائر اللي عطاناً إياها فيما يتعلق في موضوع السوريين فيما يتعلق في موضوع الضرائب وذكرنا هذا الأمر سابق أهم نقطة حكينا فيها بصراحة هي كانت موضوع التركيز على أنه فيه اهتمام من الحكومة التركية في المستثمرين الأجانب وجدية كاملة في موضوع منح الجنسية من خلال الاستثمار وأعطانا أعداد جيدة عن اللي حصلوا على الجنسية اللي تجاوز أعدادهم حوالي الألف شخص حسب كلامه والطلبات اللي تجاوزت أكثر من أربعة آلاف طلب إلى الآن هذه أرقام كبيرة مع عدل أمور والملفات اللي بيتم تجهيزها إضافة لموضوع السوريين مثل ما حكينا سابق ناخد نحن النقطة الأولى اللي هي الآن فيها نحن عدد نقاط اللي هي التجنيس من أجل السوريين يعني السوري معروف أنه لا يسمح له التملك نعم الآن حسب نتائج هذا الاجتماع أو ما طرح عليكم الأستاذ نور الدين بأنه سيتم قريبا طرح قرار متعلق بأن السوري يسمح له التملك هل سيكون بنفس الشروط الحالية اللي هي أصلا مسموحة للأجانب أم هناك سيكون استثناء كونه يتعلق بجنسية سورية القانون التركي لما أعدلوا في استثمارات الأجانب في عام 2012 حط بعض القيود على بعض الجنسيات مثل الجنسية اليونانية يمنع لها التملك في السواحل الغربية لتركيا مثل إزمير، أنطاليا، مارسين يعني كان هذا عبارة عن واقع أمني للحفاظ على عدم وجود تدخل في المصالح ومشاكل لهذه الملاطق إضافة لأنه تم منع الجنسية الروسية من التملك في السواحل الشمالية مثل ترابزون وسواحل البحر الأسود فيما يتعلق في السوريين ذكر السيد نور الدين نباتي أن هناك توقعات عند الحكومة التركية أن عدد السوريين المتملكين الآن العقارات في تركيا تجاوز الـ 50 ألف لـ 100 ألف شخص وهذا رقم كثير كبير هذا من قبل 2012؟ لا 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 إلى الآن ولكن كل هذه الأملاك هي عبارة عن تسجيل بأسماء شركات تسجيل بأسماء أقارب من جنسيات أخرى تسجيل بأسماء أصدقاء أتراك وهذا الأمر هنا بتوقع أنه يولد مشاكل عند السوريين لاحقا فالسوريين متواجدين في تركيا بأعداد كبيرة وبحاجة إلى وضع قانون يحفظ حقوقهم وبنفس الوقت يزيد من رغبتهم في التملك في تركيا نعم نفس الأمر اللي تم تطبيقه على بعض الجنسيات التي ذكرناها مثل اليونانية والروسية هنن الآن عندهم مشروع تقريبا انتهت أعماله حسب كلام السيد نور الدين نباتي ورح يتم الإعلان عنه بعد الانتخابات البلدية الماضية هذا الأمر رح يسمح للسوريين بالتملك بشكل كامل للعقارات وهو يركز على موضوع العقارات يعني أنا ما رح فقط أفرض على السوريين تملك شقق أو مكاتب هذا الأمر رح نشوفه في القانون رح يطلع إضافة لموضوع وضع شرط منع للتملك في المناطق اللي هو أصلاً 2012 وهذا الأمر اتبعوه مع جنسيات ثانية وغالباً يتم تطبيقه مع الجنسية السورية يعني إن شاء الله سيدخل أو تدخل الجنسية السورية في حيز القرار اللي هو 250 ألف دولار ويمشي بنفس الإجراءات اللي مطبقة الآن على الأجانب اللي راغبين في التملك والحصول على الجنسية التركية بالضبط نحن في شهر 11-2018 يعني قبل تقريباً حوالي 7 أشهر 8 أشهر نشرنا ورقة كانت بتعليمات من وزير الداخلية وزير الإسكان بالبدء بأعمال سن قانون يسمح للسوريين بالتملك في كركيا وغالباً كلام سيد نور دين نباتي الأسبوع الماضي كان تأكيد على هذا الأمر وأنه انتهت أعمال والترتيبات لهذا المشروع طيب أستاذ كريم أيضاً ذكرت لي أثناء النقاش بأنه سيكون هناك من ضمن الأشياء التي طرحها أستاذ نور قضية حصول على إقامة دائمة أيضاً فكرة إقامة أنا ما أدري أسلم 250 ألف لكن عندي حد أدنى أو أقل فمن خلاله أكسب أيضاً فرصة أن أحصل على إقامة دائمة ممكن نحكي أكثر عن هذه الفكرة ضمن القانون الحالي يوجد خيارين للمستثمرين في تركيا برقم 250 ألف دولار في العقار أو 500 ألف دولار في البنوك أو الخيارات الأخرى للاستثمار هاي الخيارين الأول هو الجنسية التركية والحصول عليها الخيار الثاني للذين لا يستطيعون تعدد الجنسيات مثل بعض الدول الخليجية وبعض الدول الأخرى مثل باكستان الهند بتمنع ازدواجية الجنسية لمواطنين فيوجد شيء اسمه البطاقة التركوازية اللي هي خاصة في المستثمرين يتم متابعة أيضاً من خلال نفس مكتب الاستثمار والحصول عليها ولكن الشيء اللي يتكلم عنده السيد نوردين نباتي هو وضع إقامة دائمة غير البطاقة التركوازية البطاقة التركوازية تعطي حق كامل لحاملة كما يتمتع فيه المواطن التركي في العمل في الاستثمار فقط لا يحق له الحصول على الجواز التركي جواز التصويت والتصويت أما الإقامة الدائمة فهي شيء مختلف وذكر أن هناك أعمال لتخفيض رقم الحصول على إقامة دائمة دون الإفصاح عن الرقم المحدد يعني ما هيكون 250 يمكن أن يكون أقل أكيد أقل يعني هو ذكر أنه رينج ما بين 150 ألف دولار 100 ألف دولار 150 ألف دولار ولكن ما أعلن عن رقم معين هذا الأمر إن شاء الله أيضاً حسب كلام السيد نوردين نباتي رح يكون قريب جداً يعني هل سيصدر بنفس الوقت الذي سيصدر فيه السماح السوري أم ما أعطى أي معلوم في هذا الموضوع ولكن هو ذكر أنه هم المطلعين على هذا الأمر وعندهم أعمال تخص الإقامة الدائمة وهذا أيضاً يشمل جميع الجنسيات وليس فقط خص الجنسيات أكيد أكيد في حال تحديد الرقم إذا استثمر في هذا الرقم وبالتالي ممكن يحصل على إقامة دائماً بحكم تملكه لهذا العقار بالضبط نعم تماماً والإقامة الدائمة طبعاً تمنحه قضية الإقامة وبيخلص بقى يعني بكل ما يتمتع فيه طبعاً موضوع التجديد هو أمر مرهق للأخوة اللي ساكنين خارج تركيا مية في المية بشكل سنوي أو كل سنتين الإقامة الدائمة راح تحل مشاكل كتير كبيرة زائد إنه في قانون في تركيا الإقامة الطويلة في تركيا بعد إذا أقمت في تركيا لفترة طويلة دون الانقطاع عن الإقامة هي بقول عنها 8 سنوات 8 سنوات بتصير لك حق في التقدم للجنسية لكن الاستثنائية استثنائية وبوافق عليها مجلس رئاسة الوزراء أو موافق عليها طبعاً خليني أنا أذكر أستاذ المستمعين بأرقام هواتفنا في حال كان أحد يرغب في طرح أي سؤال صفر ثلاثة خمسات صفرين ثلاثة أربعات خمسة عشر وأيضاً صفر ثلاثة خمسات صفرين ثلاثة أربعات ستة عشر طيب أستاذي كريم في ذات السياق تم طرح العديد كما ذكرت من المشاكل اللي عم يعانوا منا المستثمرين نعم يعني أحد أهم المشاكل اللي هي تغير سعر الصرف واللي طلع القرار الأخير وعدله كان لما يتجي الشركات المحكمة لتقييم العقار يحكموا بسعر الصرف بوقت صدور التقرير فبالتالي يكون اختلف السعر لا هي المشكلة كانت في اعتماد سعر الصرف يوم صدور الطابة يوم صدور الطابة وهذا الأمر اللي عيش كثير ناس مشاكل وفي ناس أرسلت موكودي طبعا وفي ناس على ألف دولار بصراحة بألف دولار صار وعشتنا نحن طيب والحمد لله مع صدور القانون الجديد ما صدر في أنه ما بعد القانون صدر أنه قبل القانون كل ما بستفيد خلينا معلش نسلط الضوء على التعديل الجديد الذي حدث وأنه كيف ممكن يطمئن الناس اللي عم في السابق مير نقدد لك أهم نقاط التعديل الجديد اللي صارت فيما يخص الجنسية التركية من خلال العقار لأن التعديل الجديد فقط كان عن موضوع العقار أولا يحق للذين بدأوا بتسديد سعر العقار من شهر 2 2017 واستلموا الطابة بعد شهر 9 2018 التقدم للجنسية التركية من خلال هذا الشرع وهذا أمر يعني مهم جدا ويعني بساعد كثير من الأخوة اللي تملكوا جزء من المئتين وخمسين ألف دولار ضمن هاي الفترة طبعا بدأت أدفع للعقار طريق شركة طبعا طريق شركة الاستثمارية أنه هو أصلا ما بدر يتملك ما نحكي عن السوريين نحن نحكي عن أجانب شكل عام طبعا مو السوري هون حتى تكون الصورة واضحة لا 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 مو السوري السوري الاستعلان ما دخل ضمن هذا الأمر ما في سوريا عم يشتروا عن طريق شركات استثمارية على أقصد الشركات ما تدخل أبدا فيها حتى تكون صورة بالنسبة لموضوع الشركات نحن طرحنا على سيد دور دين نباتي أنه ليش ما شملتوا السوريين في موضوع الشركات اللي أبسسوا لأني بحكي لك أن الشركات ما بتحسن أنت تحط رهن على العقار تبعهم لأن الشركة ممكن تفلس بأي يوم ممكن تعمل أي مشكلة طب صحيح يعني أنا حتى بس أن شو وضع هذول هذول كثير من السوريين هذول تعتبر شركات استثمارية ملاكت فقط ما لهم أي اتيازات لا في حل إنه هاي الشركة تعتبر شركة تركية إذا إن شاء الله تطبق قانون الجنسية التركية فهنا أكيد رح يبيعوا هاي الأملاك لا لهم بشكل شخصي وهذا الأمر يحتاج من القانون التركي جميع طيب نرجع لهذا منلخص هاي النقطة إذا أنت اشتريت بدأت في الدفع في شهر 2-2017 واستلمت الطابة بعد شهر 9-2018 فأنت يحق لك التقدم للجنسية التركية وإذا نقصك رقم عن المئتين وخمسين ألف دولار بتحسين تكمله بعد كيف بدي كمله؟ يعني مثلا أنت نقصني عشرة ألاف دولار شلون بدي كمله؟ بتشتري عقار ما في غير هيكي بس نحن نحن نحكي إنه مثلا كنت مشتري بمئة وخمسين ألف دولار ونقصني مئة ألف دولار بشتري عقار مئة ألف دولار وبضيفهم أما إذا كان مبلغ لي بدك تضطر تدفع عقار الجيل بعينك الله إذا كان بواحد طيب طيب النقطة الثانية هي موضوع سعر صرف الدولار هاي نقطة المهمة جدا كتير مهمة أنا الآن جبت فلوسي في واحد الشهر دفعت كان الدولار بخمسة فاصة ستة طلعت طابة بعشرة الشهر كان الدولار بخمسة فاصة تسعة ممكن أنا أخسر الحق للجنسية التركية بالقانون القديم الآن الأمر صار ميسر جدا يوم الدفع هو يوم سعر صرف الدولار أنا الآن دفعت بواحد ستة لما بروح بقدم للجنسية التركية ما بطلعوا على يوم الطابة بطلعوا على يوم الدفع امتى رفعت أنا بهذا لما كان خمسة فاصة ستة بالضبط وهذا كتير يعني حل مشاكل كتير من الأخوة لأن كل الناس وقت عب بدفعوا عبكونوا أغنين بالحسبان سعر الصرف طبعا طبعا سعر الصرف هذا الآن فهذا الأمر الحمد لله حل مشاكل كتيرة وريح كتير من الأخوة هذول النقطين كانوا أهم نقاط في التعديل الحاصل طبعا زائد أنه كان ممنوع أنك تشتري عقار من تركي ومشتري من أجنبي أيوا هذول كمان هذا حل صار أنه ممكن صار أنك ما تشتري من أجنبي تشتري من تركي بس لو كان التركي مشتري من الأجنبي فأنت بحق لك أن تشتري وتدخل في الجنسية التركية طبعا أستاذ كريم نحن هون بدنا ننوّه بأنه لما نحكي نحن 250 ألف ففي ناس ربما تحسبها 250 ألف بالدولار لكن هي بالواقع ينصح بأنه يكون مبلغ شوية أكتر طبعا ضمن القانون مذكور أنه أنه أرسال مبلغ أكبر من 250 ألف دولار مذكور هذا طبعا يعني ما هي أهم النقاط الأخرى التي تم تداولها مع الأستاذ نورد؟ موضوع بصراحة الإعفاءات الضريبية للأجانب وزيادة الإعفاءات الضريبية لأنني تعرف حضرتك من سنتين إلى الآن يوجد إعفاء على النقود التي تأتي من قبل الأجانب إلى تركيا من ضريبة القيمة المضافة التي نحن نسميها في تركيا الكاديذي فالأجانب الآن معفين منا في حال أدخلوا فلوسهم بشكل رسمي إلى تركيا وفي حال ما كان حاصر على الإقامة في تركيا نحن حاولنا نوصل رسالة لسيد نوردين نباتي عن موضوع إدخال النقود إلى تركيا يعني تعرف حضرتك في كثير بلاد فيها حرب في كثير بلاد البنوك فيها يعني في عليها إشكالات في التحويل فبالطر الشخص أنه يجيب فلوسه عن طريق الصرافين أو عن طريق المطار وهذا أمر رسمي يعني في تركيا بالنسبة للمطار ولكن يعني ما كان يعفى هذا الشخص من الضريبة والضريبة في النسبة للمحلات الفلل المساحات الكبيرة بتكون 8% 8% رقم كبير في العقار فأنك تعفى من هذا الرقم بتكون حصلت يعني صفقة ممتازة مباشرة أثناء الشراء فنحن أوصلنا لرسالة للسيد نوردين نباتي عن حاجة الأخوة لموضوع الإعفاءات الضريبية وتوسيع موضوع الإعفاءات الضريبية أكثر أكيد في كثير من الناس عم تستفيد ولكن في كثير من الناس ممكن تستفيد إذا صار هذا التعديل إضافة لموضوع التسهيلات وموضوع المعاملة مع الأجانب موضوع اللغة التركية هي عائق لكثير من الأجانب في التواصل مع الجهات الرسمية التركية موضوع تنوع اللغات في البلديات أو في دوائر الطابو وكان في ترحيب كثير كبير من سيد نوردين نباتي بالآراء المطروحة فيما يخص الأجانب ووعود عن تطبيق هذه الأمور بشكل كامل طيب جميل الآن فكرة أيضا الفترة الزمنية كنت ذكرت ليها أستاذ عبد الله أنه محاولة اختصار الفترة الزمنية ما بين شراء العقار ومن ثم صدور القرار عادة هي الفترة الزمنية طبيعية يعني نحن ضمن الملفات اللي حصلنا عليها والحمد لله يعني تم الموافق على الجنسية واستلامة كانت تقريباً أول فترة كانت شهر ونصف فعلاً مثل ما حكى لسيد ووزير الداخلية أعلن أنه نحن خلال شهر ونصف رحلنا لها الجنسية بعدها صارت تستمر لشهرين بعدها ثلاث أشهر نحن وصلنا له هاي النقطة لسيد نور الدين وحكينا له أنه هذا الأمر يعني نحن شايفين أنه كلما عب زيد الضغط عب تطول المدة والأخوة كلهم معلقين على كلام وزير الداخلية أنه شهر ونصف وانتوك وعبتو الأجانب فمباشرة في نفس اليوم مشكور لسيد نور الدين زار المكتب الأجانب وشاف الضغط الفعلاً كبير يعني عندهم والأسباب اللي عب تسبب لأنه نحن الآن ما في عمنا غير في أنقرة وفي إسطنبول مكاتب للجنسية فلي بياخد العقار من بورصة بيجي إلى إسطنبول بقدم لي بياخد العقار من إزمير بيجي إلى إسطنبول بقدم أو بروح لأنقرة فهذا الأمر عب شكل ضغط هو وعد أنه يكون فيه مكاتب للجنسيات في بقية المدن التركية الكبرى إضافة لتوسعة المكاتب الحالية للاستمرار بتقديم الخدمة ضمن فترة زمنية قصيرة جميل طيب السؤال الآن متى لقاءكم الثاني حقيقة لمتابعة كرجال أعمال مهتمين في موضوع الاستثمار العقاري لمتابعة تحقيق جميع يعني متابعة أين وصلت الأمور فيما يتعلق بالسماع في الجنسية السورية من أجل الاستثمار فيما يتعلق بالإقامة الدائمة فيما يتعلق بالموضوع الضرائف فيما يتعلق بتوسيع عدد الموظفين ومكاتب المتابعة عفوا لموضوع الاستثمار هل فيه ترتيب للقاء آخر؟ طبعا إن شاء الله حيكون قريب جدا بناء على يعني رسائل عبتصلنا من مكتب الاستثمار ومكتب السيد نور الدين هذا الأمر رح يكون قريبا جدا وإن شاء الله من إحنا كل الأمور اللي رح يتم تداولها رح نحكي عنها ونفصلها للأخوة المستمعين طيب سؤال الأخير أستاذ عبد الله إذا فتحت موضوع الاستثمار للسوريين والتملك بـ 250 ألف ما هي الأثار السلبية لهذا الموضوع؟ أنا برأيي لا يوجد آثار سلبية أبدا بالعكس يعني كما ذكر نائب وزير المالية أنه نحن الآن عم نراقب مشكلة عم تزداد وهي شراء السوريين للعقارات بأسماء أقارب أو أصدقاء أو معارف وهذا الأمر طول الفترة الزمنية رح يسبب مشاكل والسوريين بسبب تواجدهم الكبير في تركيا بيبحثوا عن الاستقرار بتعرف الاستقرار ما بتم إلا لما الإنسان بيستقر ببيته لما أعماله بتستقر في المكان الساكن فيه أنا شايف أنه الأمر رح يكون له إيجابيات كتير كبيرة أولا على الاقتصاد التركي رح يجزب عدد كبير من السوريين الراغبين في الاستقرار في تركيا والسكن ثانيا للسوريين والوضع القانوني لاستثماراتهم العقارية لأن الشراء عن طريق شركة وإن كان هو شيء قانوني ويحمي لك حقوقك ولكن أنك تأسس شركة فقط لتشتري عقار هذا الأمر فيه تكتفة مالية دائمة وفيه بنفس الوقت يعني مصاريف غير حقيقية غير حقيقية أنت تصرفها فقط لأنني بدك تشتري عقار زائد أن أنت لاحقا عندك ترجع تبيع العقار وترجع تدفع الضرائب المترتبة عليه كشركة أما بالنسبة للأشخاص أنت بتعفى من بعض الضرائب إذا استمر تملك العقار لأكثر من خمس سنوات أستاذ عبدالله الحماد المدير التنفيذي لشركة امتلاك العقارية أشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة حقيقا جميع حقيقين بانتظار مثل هذه القرارات بانتظار لأنه متى ما تفضلت راح تحل العديد العديد من مشاكل ليس فقط من أجل استثمار وإنما أيضا من أجل استقرار هي هي النقطة المهمة أكيد جميعنا ننتظر هذا القرار وإن شاء الله يعني طريبا نسمع بتطبيقه والإعلان عن الشكل رسمي بإذن الله أعزاء المستمعين والمستمعات في نهاية فقرة صباحك بسك أشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة والاستماع اليوم يوم الجمعة نسأل الله سبحانه وتعالى لكم إجازة سعيدة خلال يوم السبت للي حيأتجز أو خلال يوم الأحد لمن إجازته هي حصريا وفقط يوم الأحد وعلى أمل أن نلقاكم في بداية الأسبوع المقبل وأنتم في أتم الصحة والعافية دمتم في معية الله كان معكم بلال صالح اشتركوا في القناة